رجعنا تاني ويشرفني وجود الأستاذ الدكتور سامح كمال دمتري استشاري جراحة الأوعية الدموية بمستشفى كونتس بوفشستر دي اللي هي في شمال غرب إنجلترا دكتور سامح حضرتك أصلاً خريج طب عن شمس ايه اللي خلاكسها في لندن بقى؟ طبعاً يعني أنا عاوز أعمل هاير ديجري وأتخصص أكتر وكان حبي أكتر الأوعية الدموية فقلقيت إن في مجال هناك إن أنا أقدر إن أنا يعني عملت الفالوشيب بتاعة زملت الكليا المجالة في لندن وعملت بتاعة أدنبرا وتخصصت في الأوعية الدموية أكتر هناك وكنت بشتر الأوعية الدموية هنا وكملت الحمد لله تمام دكتور سامح احنا طبعاً عايزين ناخد فرصة لأن أولاً جات لإبلاد كتيرة وأسيرة كتيرة الناس يعني فعلاً بيعانوا من مشاكل بسبب الجلطات وزادت أكتر مع قصة الكورونا طبعاً الفكرة إن لو في أي أعراض مهما كانت طفيفة المريض أو أهل المريض ما يفكروش مثلاً يقولك دي حاجة بسيطة واحتمال تعدي كمان يومين لو فيها أي ألأ يبقى لازم يشوفوا حد متخصص يبص على الرجل وعادة العين بيحتاج مجادة فوق صوتية طبعاً الأعراض العادية اللي هي بيبقى فيه زي ورم في الرجل بيبقى فيه ممكن درجة الحرارة بتزيد شوية ممكن يحصل تغيرات إن الجلد يبقى لونه يتغير شوية بقى مائل الإحمرار شوية بسيط ويبقى فيه ورم عند الأنكل برضو ده كلها حاجات ممكن تباني بس ده عادةً بيبقى في الجلطة المتقدمة أو إذا كانت أفلة أكتر من وريد الجلطات الأصغر عادةً ما بتعملش عارات كتير لكن ممكن العين يحس بألم في رجله زي ما يكون عنده مزء في عضلة في رجله هو معاملش مجبود معاملش أي حاجة ويحس بحاجة زي كده طبعاً الحاجة اللي بنقدر بيها إن احنا نعرف إذا كان عنده جلطة ولا لا اللي هو بنعمله مجادة صوتية على رجله طيب أني أكتر مريد معرض أن يخش في الجلطات مريد القلب، مريد السكر أو الشخص العادي اللي بنعب رياضة أكتر مريد معرض للجلطات اللي هو المريد اللي جاله جلطة أبلي كده ما بتكلمش على جلطة القلب بتكلم على مريد اللي هو جاله جلطة في رجله أبلي كده بعد كده أي واحد عنده أعراض تانية زي ممكن يكون عنده اللي هو الهارت فيلير أو هبوط في عضلة القلب عيان عنده سومة مفرطة عيان حركته قليلة طبعاً طبعاً حقيقة كنت بتتكلمي قبل الفاصل على نقصان الوزن وأن ممكن يحصل نوع من الجفاف طبعاً الجفاف لأي سبب ده من أحد الحاجات السفر الطويل مثلاً في طيران أو قاعد في عربية مسافات طويلة ما بحركش رجلي مش واخد بالي أن أنا أعمل أشرب وحقيقة كنت بتتكلمي على إزاي الواحد يخلي بالي ويشرب مياه كتير دي كلها حاجات أسئلة بذلك نحن داخلين على الحر والكلام ده كله ده مهم جداً أن الواحد يعوض المياه اللي بيفقدها من جسمه عشان ده من أحد الأسباب الرئيسية أنه ممكن يحصل جلطات طيب يعني بعد فترة حذرك ذكرت السفر طبعاً نحن داخلين على الصيف وكل بيقى الساحل بقى والطرق كل فترة تدي إيه الشخص نعتبرها أنها فترة طويلة قاعد هو ممكن الواحد يبقى قاعد مش لازم أنه هو يقوم أو يمشي لكن مثلاً وانا قاعد بحرك الأنكل بتاع رجلي بحرك مشت رجلي بحولفت الرجلي واتنيها بعمل إكسرسايز وانا قاعد مش لازم أن أنا فيزيكلي أن أنا أنزل من العربية أو أتمشى لكن ممكن أن أقعد في العربية مدهن بفكر في الموضوع دوت أو أنا حتى وانا قاعد في الطيارة لازم أن أنا أبتدي أحرك رجلي وعمل إكسرسايز أو التمرينات اللي هتخلي الدم يجري في عضلة الرجلي يعني مجرد التمرينات والواحد قاعد كفيلة زيها زي أن أقوم أمشي آه طبعاً بالزبط لكن طبعاً يحبز أني مثلاً كل ساعة كل ساعتين لو ممكن في فرصة أن الواحد يقوم أو يفرد رجليه دي برضو بتقوم مهمة جداً تمام الأعراض اللي الشخص بيحس بيها يعني ممكن تبقى مختلفة بحيث أنه ممكن الشخص يقول لا ده أنا تعبان ده من مجهود زي نقدر نقول يشك الشخص أنه هو لا لازم يروح لدكتور أو عادم وإيه لو عنده أي عرض غريب ظهر في رجله ما كانش عنده قبل كده وما عندهش أي مبرر لي مثلاً ما كانش بيعمل مجهود ما بيعملش رياضة حاسس بأي وجع في رجله بيدوس عليها أو بيحمل عليها بالذات في ظهر الرجل من وراء تحت الرجبة دي طبعاً بتبقى مسيري لا لا بالذات له هو المريض أو المريضة كان تعبان الفترة اللي قبلها أو عنده حرارة أو بعد الشر جاله له هو الكورونا لأن الكورونا احنا عارفين في بعض الناس بتزود نسبة الجلطات زي ما حيك قلت في الأول برضو فدي حاجة الواحد يبقى أو أي مرض عموماً بيقدي لو واحد حصل له مثلاً قيء كتير أو إسهال كتير بيفقد سوائل من جسمه لفترة كان تعبان وبعده يجيله أعراض في رجله دي ممكن تخلي الواحد يفكر لا أنا لازم أتأكد أن أنا ما عنديش جلطة في رجلي